موسيقى الليلة مع نديم ميليشيا الحوثي تعلن التعبئة دفاعا عن قرداحي وإخوان المغرب بن كيران ليس ميسي هل حدا سأل لماذا أثيرت هذه العاصفة السعودية أولا والخليجية ثانيا في وجه لبنان الموضوع مش موضوع جورج إرداحي ما عليه الموضوع له أبعاد لبنانية وإقليمية ودولية نوجزها بهذا التقرير ألعب هل نحن أمام ابتزاز مستمر لتطيير الحكومة من يريد افتعال الأزمة الراهنة في لبنان لا يريد انتخابات محاولة إنقاذ من ورطوه كوكيل في كمين وجريمة الطيون المقصود القوات وسامير جعجع هو تصفية حسابات سياسية مع محور المقاومة فشل ولي العهد في هذه الحرب في مأرب حرف الأنظار عن الضغوط من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ببعض بلدان الخليج في مشكلة كتير كبيرة عم بتصير بموقف الأمريكيين موقف الديمقراطيين اليوم من بعض دول الخليج من محاولة تطيير الحكومة في لبنان يعني من أهداف هذه الحملة تطيير الحكومة في لبنان للصراع الأمريكي السعودي على ملف حقوق الإنسان هلقد المروحة واسعة وإنتوا أعزائي المشاهدين نقوا التفسير اللي بناسبكن لما يحدث ممكن تحزفوا إجابات ممكن تستعينوا بصديق ممكن تسألوا الجمهور اللي بدكن لأن ماشاء الله صار في بين إيديكم كل الإجابات المحتملة لماذا حصل ما حصل ما عدا أنه الإرداحي أعلن عن موقف معادل السعودية والإمارات موقف إيراني بالكامل لك أبو السوس أنت كل شيء بغدقل في إيران كمان شو خص إيران بالموضوع مان هل أنصار الله جالية إيرانية؟ هل حزب الله جالية إيرانية؟ هل الحجد الشعبي جالية إيرانية؟ لا المجاومة الفلسطينية ماذا يقولون عنها؟ أتباع إيران يعني هاي خبرية إيران والتدخل الإيراني مسألة بالغة التهافت وعدم الجدية هاي مكونات أساسية بهذه الدول لديها وجهة نظرة وحضورها ورأيها بدون يتعاطوا معا تفضلت يا متهافت؟ متهافت؟ ما فهمت؟ هل الجاليات إيرانية؟ هل ناس؟ مثل ما قال جورج إرداحي عم بدافع عن بلادهم؟ شو خص إيران يا مان؟ ستة جيوش تقول إيران إنها تتبع لها وتعمل لصالحها ولمصالحها بل وتنفذ أجنداتها قائد ما يسمى مقر خاتم الأنبياء وعلي غلام رشيد حدد تلك الجيوش جيش النظام السوري ميليشيات حزب الله في لبنان ميليشيات الحجد الشعبي في العراق ميليشيات الحوثي في اليمن حركتا حماس والجهاد في الأراضي الفلسطينية لبنانيون ويمنيون وعراقيون أقحاح هلأ بيشتغلوا عند إيران شي تاني إيران بتقول إنه بيشتغلوا عنده كمان شي تاني بس هول مش جاليات إيرانية وجورج إرداحي تحديدا مش جالية إيرانية بتقول لي طيب شو خصه باليمن حبيبي حبيبي الإرداحي يمني يمني أصلي وباليمن جورج حوثي ما تغشق الكرافات والبدلة لا لا حوثي مؤصلي وموقفه هو موقف دفاع عن اليمن الحوثي أنا يمني بالأساس أنا مبني همدان بكل حال اللي ما بيعرف أكثر اللبنانيين هم من اليمن وأكثرهم جاءوا من بعد انهيار سد مقرب فمقرب بالنسبة إلينا تعتبر الأصل تفضل تفضل وبما أنه أغلب اللبنانيين يمنيين وجورج لبناني يعني جورج يمني حوثي وأصلا الحوثيين تحمسونه لهذا السبب تحديدا ليه؟ لأنه واحد منهم يافطات صور تحيات وترحيب ودعم وأكثر من هيك اشتعلت مواقع التواصل بالمطالبة بصاروخ قرداحي وأنا من الذين يعني بدأوا مثل هذه الحملة أن هناك في اليمن سيكون هناك صاروخ قرداحي قريبا معلوم بكرة بيصيروا قرداحي واحد وقرداحي اثنين مش بعيد يعملوا منه مسيارات بعدين الزلمة عم بيتطور عم بيعمل براند لما كان نجم سعودة عمل بيرفيوم قرداحي لما صار مع إيران شو بيعمل؟ صاروخ قرداحي شو بابا بكرة يمكن نصير مع شو بعرفني يمكن نصير مع فرنسا أو مع إيطاليا بيعملوا منه شوز جلد بعدين الزلمة حاسس حاله اليوم أنه عم بيغير معادلات بالمنطقة مثلا من تداعيات العاصفة ضد القرداحي أنه نيوم المدينة السعودية الجديدة نيوم صار وضعه كتير صعب هناك حديث عن قرار قد تتخذه حكومة صنعاء بمنع استيراد المنتجات السعودية إذا ما منع استيراد المنتجات اللبنانية محمد علي الحوثي دعا الاجتماع طارق لإصدار قرار بمنع منتجات السعودية من الدخول إلى مناطق صنعاء إلى صنعاء والمناطق التي تشملها إذا منع دخول المنتجات اللبنانية إليها الله يسطر أبو السوس الله يسطر إذا الحوثيين آطعوا المنتجات السعودية السعودية من وين بدأت جيب مصاري؟ الاقتصاد السعودي كله قائم على القوة الشرائية الحوثية العائدات هي اللي عم بتمول نيوم إذا قطع هالمورد راحوا المصريات وراحت نيوم أبو السوس قصة كبيرة فأنا أنصح السعوديين بالتهدئة مع الإمبراطورية القرداحية ويروقوا شوي معلش يحطوا ماي بيردي على الرؤوس الحامية بعدين يا حبيبي هيدا لبنان الكل بينسب فيه عادة وزراء سابقون أهانوا دولا شقيقة وصديقة طيب ما بلد كل يوم بينسبوا فيه رؤسة دول تانيين وبتنهان فيه دول وبتنهان فيه كرامات وبتنهان فيه مقامات لماذا لم يطالبوا حينها بالاستقالة؟ في حين أن إيران يشتم رئيسها ويشتم الإمام الخمنئي ببعض الأحيان وتشتم قيادتها ولم نسمع أن هناك أي استدعاء ولكيارات ولكيارات ما هو كل السبلة شو؟ طموح الأغلبية اللبنانية أنه إيران تقطع العلاقات مع لبنان وتسحب السفرة هذا طموح اللبنانيين عم بيعبروا عنه كل يوم بالشارع وأهم شيء أهم شيء أن تغضب إيران لدرجة أن تطلب من الجاليات الإيرانية المقيمة أن تغادر مبارح مش بكرة؟ أبو الصوس بتعرف شو بتخف عجئة السير لو هالشي حصل؟ بعد تلقيها عدد كبير من الهزائم السياسية في تونس وفي المغرب وفي العراق ومصر أحزاب الإسلام السياسي تعيش أزمه إنما بدل البحث عن حلول لأزمتها جزء من هذه الأحزاب تعيد تدوير زعاماته وقياداته الأديمي وكأن شيئا لم يكن إخواني المغرب نموذج موضوع مهم بيستاهل كلام جد يعود بن كيران أميناً عاماً للعدالة والتنمية المغربي وبأغلبية ساحقة من أصوات أعضاء المجلس الوطني ما يعكس توجه الحزب الإسلامي المنهازم هزيمة النكراء في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وهو العودة إلى الخط المتصلب ليخلف بذلك رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني الذي استقال غداة الضربة الموجعة التي تكبدها الحزب خلال الانتخابات العامة ويرى مراقبون أن قرار إعادة انتخاب قيادات سابقة لن يساعد الحزب على كسب دعم شعبي فنفس هذه الوجوه كانت مرتبطة بنكسات عرفها الحزب وربما كانت سبباً أيضاً في أزمات سياسية سابقة تخيلوا أن حزب منية بخسارة انتخابية بحجم خسارة حزب العدالي والتنمية الأخيرة خسر 90% من المقاعد اللي كانت عنده حزب يعني صحقة شعبياً يجري انتخابات على مستوى الحزب للقيادة تبعه بيقوم بعيد تجديد القديم بيفوت على المستودع بينفض الغبرة عن قائد سابق مجرب ويعيده إلى رئاسة الحزب نحن عندي هذا انتصار أكبر من الانتصار في الانتخابات في النهاية لا بد من النزول وهذاكشفيه جديد دماء نحن محزب سياسي عادي وهذه المسيرة اللي عملناها الحمد لله كانت مسيرة محترمة نحن مش نحزب سياسي للإخوان للانتخابات ولا للحكومات ولا للبرلمانات ولا حزب سياسي للتنظيم نحن حزب سياسي للمبادئ اللي بيسمع بن كيران عم يحكي عن تجديد الدماء في الحزب وبيحكي عن حزب المبادئ بظن لوهلة انه بن كيران بهيدا الفيديو كان عم بيحط رصيده وسمعته ووزنه خلف مرشح جديد شاب للرئاسة ابدا عم بيحكي عن تجديد الدماء بعد ما هو ربح انتخابات رئاسة الحزب طب يا سيدي يا عبدالإله بن كيران هالكلام عن الأجيال الجديدة وتجديد الدماء ليه ما طبقته على حالك ليه ما فتحت المجال أمام قيادة جديدة تخرج الحزب من أزمته تعطي الحزب فرصة ليعيد الاعتبار لنفسه بالحياة السياسية والوطنية في المغرب تعطي الحزب فرصة ليجدد حاله بس هيك بنحكي عن التجديد ما أصلا خطاب بن كيران عن التجديد منه جديد العمر يتقدم ولأن المجتمع أوضاؤه تسوء ولأن مجتمعنا في حاجة إلى أن يرى صنفا جديدا من الناس يصل إلى مواقع المسؤولية ولا يبقى ذلك حكرا على أشخاص ينظروا إليهم كثير من الأسف تعرف لماذا هيدا نفسه بن كيران قبل التليفون وقبل الفيسبوك وقبل السوشيال ميديا طب لما كانت اللحية سوداء حكيت عن تجديد الدماء لما صارت اللحية بيضة ورجعت أنت صرت رئيس الحزب كمان حكيت عن تجديد الدماء بالحزب يا أخي مين بيصدق هالكلام طبع أحزاب الإسلام السياسي اللي اليوم حزب العدالة والتنمية بالمغرب نموذج لإله صاروا مثل الأحزاب القومية الحديدية رئيس إلى الأبد وبذات الوقت عم يحكي عن التجديد مين بيصدق مين بيصدق أيدي الشعارات لك حتى بنته بنته لبن كيران مش مصدق سمية بن كيران بتقول بعد انتخاب والدها لرئاسة العدالة والتنمية بتويت بتقول مع حبي وتقديري لوالدي أعتقد أن العديد من اختيارات الأمانة العامة غير صائب أعتقد أنني سأعجل بقرار الاستقالة الذي طالما أخرته مين اللي عم تحكي بنت عبد الإله بن كيران على أبواب الاستقالة ما لم تكن استقالت بوقت بثها الحلقة كأنها عم تقول أنه ما بيقدر والدي يحكي عن تجديد الدماء وهو رئيس الحزب مجددا وأنا بنته سأخرج من الحزب ما في شي رمزة أكتر من هذا التناقض بين بنت وبية للتعبير عن عمق أزمة حزب العدالة والتنمية اللي بتشبه واللي هي نموذج عن أزمة كل أحزاب الإسلام السياسي مشكلة بن كيران أنه شخصية صدمية المشكلة الأكبر أنه بالوقت اللي المغرب بده خدمات خطابه خطاب شعبوي أدى انتخابه لحالة من الانقسام والاستياء بين صفوف الحزبيين الإخوانيين وبين صفوف غير الحزبيين لأن المغاربي بيعرفوه مش بس كرئيس حزب العدالة والتنمية إنما كرئيس وزراء لا يملك بن كيران ما يقدمه للناس إخوان وغير إخوان إلا الخطاب الشعبوي واللعب على العواطف تماما كما ظهر بعد الانتخاب بعد انتخابه رئيس الحزب هناك بعض الأشخاص يتخيلون أنه من الممكن أن نعيد بناء الماضي بهذه السهولة ومن طريقة من جديد اسمعوا جيدا أنا واحد منكم أنا أخوكم عبدالإله من كيران أنا لست بطل من أبطال كرة القدام أنا مش بسي أنا واحد منكم هيدا اللغة اللي بتبرر الفشل مسبقا اللغة طبعا أنا مش ميسي وأنا واحد منكم وأنا بيناتكم ورح أعمل جهدي أنا مش ميسي ما تتوقعوا مني معجزات هيدا الخطاب ليس الخطاب الذي يحتاجه المغرب اليوم يحتاج من يملك الثقة أنه يستطيع أن ينجز مش اللي عم بيبرر الفشل مسبقا بس بيكون الأحوال المغرب ما عنده وقت لصراعات الإخوان بين بعض المغرب قرر بالانتخابات الأخيرة أن ينظر إلى المستقبل وأن ينتخب من يمتلك الثقة بالنجاح والثقة بالإنجاز مؤشرات اقتصادية إيجابية تلوح في الأفق حسب توقعات مندوبية التخطيط المغربية حيث ينتظر أن تعرف المبادلات الخارجية للبلاد خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021 تحسنا ملحوظا مع انتهاش الطلب الموجه نحو المغرب على السلع والخدمات بـ 9.13% فالشباب المغربي الذي يعاني قرابة 12% منه من البطالة يتطلع بشغف لتنفيذ الحكومة الجديدة لوعودها بإحداث مليون وظيفة جديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة البرنامج الحكومي يتضمن أيضا وعودا لتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة لدعم الفئات الهشة من المجتمع وتعزيز الطبقة المتوسطة ومداعفة دخل الأفراد مع تسريع عجلة نمو الاقتصاد المغربي هذا ما يريده المواطن المغربي وهذا ما يتطلع إليه أما معركة بن كيران مع زملائه بحزب الإخوان ومين متشدد أكتر ومين قوي أكتر فهذا جزء من تاريخ المغرب الذي يريد المغاربة أن يطوو صفحته نهاية حلتنا الليلة بصفحته